وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أسعد الله أوقاتكم بنور الإسلام وشعب الإيمان وتمام الإحسان كلنا بالطبع نتذكر أول حديث تعلمناه عن أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الإحسان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا تتوقعون من يكون هذا الرجل إنه جبريل عليه السلام جاء إلى المسلمين ليعلمهم أمور دينهم فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله فقال صدقت فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال صدقت فأخبرني عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك للأسف الشديد علم 95% من المسلمين وقف عند الحديث ده واعتقد إن الإيمان فقط هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولكن الإيمان يتشعب فهو أكبر من ذلك بكثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لم يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بباقي شعب الإيمان وتركها لنا لنتعلمها من الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لم يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة درجة واحدة ولكن جعلها مئة درجة يتنافس المتنافسون ليصلوا إلى أعلى درجة وهي الفردوس الأعلى ولك أن تتخيل بين كل الدرجتين كما بين السماء والأرض الواحد مننا عشان يأمن مستقبله أو يشتري شقة يتجاوز فيه عنده استعداد يتغرب سنين طويلة وإن شاء الله تكون الغربة والسعي الكاس بالرسك الحلال في ميزان حسنتنا لكن المهم هنا السعي الحقيقي للفردوس الأعلى وفكرة هذه الحلقات فليتنافس المتنافسون أن نحن نرتقي في درجات الإيمان حتى نصل إلى أعلى درجات الجنان جزاكم الله خيرا